السلام عليكم مباشرة وبدون مقدمات العسل هو محل طبيعي يتمتع بقيمة غذائية كبيرة عند تناوله باعتدال ومن الضروري عند شراء العسل الحرص على أن يكون عسل خام أصلي العسل حلو المذاق وهو موجود منذ آلاف السنين والعسل هو جزء من ثقافتنا وكان يعرف قديما باسم طعام الآلهة طبعا ما كان بوقتها موجودة الأطعمة الضارة والكربوهيدريت المكررة المعكرونة والكعك والحلويات والسكر الأبيض والكتشاب والصلصات وجميعها غنية بالسكر سبحان الله النحل عندما يقوم بصنع العسل يبدأ أولا بامتصاص رحيق الأزهار وبواسطة أنزيمات لديه يقوم بتفكيك الرحيق وتحويله إلى سكريات بسيطة وبعدها يقوم بتركيزه وتحويله إلى عسل ويعمل النحل في مملكته بطريقة في غاية التنظيم والاحترام والنحل يقوم بمليون رحلة إلى مليون زهرة لجمع الرحيق وصنع واحد كيلو جرام من العسل تقريبا وقد يحتاج ذلك لعمل مية وعشرين ألف نحلة يظن البعض أن وجود النحل مرتبط فقط بتصنيع العسل وفي الحقيقة فإن وجود النحل مرتبط بوجودنا على سطح الأرض فالنحل يلقح أكثر من مية وثلاثين نوع مختلف من الخضروات والفاكهة والنباتات المختلفة وهي طعام للبشر ولمختلف الكائنات الأخرى العسل الخام الأصلي مضاد الالتهابات ومضاد الحساسية ويساعد في تعزيز المناع أو تقوية الجهاز المناعي وخفض ضغط الدم ويتمتع العسل بقيمة غذائية كبيرة إلا أنه يحتوي على سكر الجلوكوز وسكر الفركتوز بنسبة عالية لذلك مريض السكري يمكن أن يتناوله بحسب مستوى السكر التراكمي ومدى التزامه بالحمية الغذائية وضبط مستوى السكر في الدم لديه وعندما نقول تناول العسل فالعسل الخام هو الأفضل وهو الأصلي والمفيد ويفضل دائما شراء العسل من أقرب مزرعة لمكان السكن والمعيشة والعسل المبستر يتم تعريضه للحرارة وبذلك يتم تدمير معظم ما يحتويه من مغذيات مفيدة ويبقى السكر فقط طيب ماذا عن الثوم المخمر في العسل الثوم المخمر بالعسل له فوائد رائعة وهو غني بالمغذيات وبمضادات الأكسدة يمكن تناول حبة واحدة منه يوميا هي مفيدة جدا لجهاز الهضم والثوم المخمر هنا يكون أغنى بالمغذيات وله فوائد مناعية كبيرة هو مفيد لحالات الرشح والإنفلونزا والتهاب المفاصل والركبتين ومفيد لخفض ضغط الدم ومنع التجلطات وهو مضاد التهابي قوي وفعال جدا ضد بكتيريا الإشريشيا القولونية وأيضا فعال ضد البكتيريا التي تقاوم المضادات الحيوية والدراسات أثبتت أيضا أن الثوم مضاد فيروسات ومضاد الفطريات والطفيليات فعال جدا حتى أن رائحة الثوم عندما تفوح في الغرفة أو من نفس الشخص الذي تناوله بسبب الكبريت الموجود في الثوم ومركب الأليسين هذه الرائحة تقضي على الميكروبات الموجودة في الهواء في جو الغرفة وحول الشخص كما أنها تدعم وتحمي الجهاز المناعي في الجسم عندما يقال بأن السكر سيء وضار جدا فهذا صحيح لكن العسل يتكون من السكر فكيف يكون العسل مفيدا العسل فيه حوالي 80% سكر ويحتوي أيضا على الماء السكر في العسل نصفه غلوكوز ونصفه فراكتوز وعندما يقال بأن العسل مفيد لمرضى السكر ومقامة الإنسولين فإن ذلك يمكن أن يكون صحيحا في حالة واحدة وهي تناول ملعقة عسل ملعقة طعام كبيرة 20 جرام في اليوم بشرط امتناع هؤلاء المرضى تماما عن السكر والكربوهيدريت المكررة والزيوت النباتي المكررة وتقليل تناول الخبز والنشويات والسكريات والفواكه الاعتدال دائما يجب أن يكون قاعدة في تناول أي غذاء وبتمنى دائما تكتبوا تجاربكم في التعليقات العسل بالتأكيد أفضل بكثير من السكر في كل شيء فهو منتج طبيعي حي أما السكر فهو منتج صناعي وميت تماما وليس للسكر أي فائدة وهو لا يتكون من أي عناصر غذائي على الإطلاق العسل مضاد للجراثيم والفيروسات ويمكن أن يساعد في علاج التهاب الحلق وعلاج السعال للكبار والصغار وعلاج نزلات البرد والإنفلونزا وأيضا الوقاية منها مع التنويه إلى أهمية عدم إعطاء العسل للطفل قبل عمر سنة قطعا إن تناول ملعق الطعام 20 جرام من العسل يوميا ملعقة كبيرة من الطعام داعمة للمناعة وتساعد في التخلص من مشاكل الحساسية وخاصة الحساسية الموسمية طبعا مع ضرورة الالتزام بنظام تغذي ونظام حياة صحيين متوازنين من المهم جدا الإشارة إلى أن العسل يحتوي على مركبات كيميائية مختلفة من الزهور تسمى البوليفينول أو البوليفينولات وهي مفيدة جدا لبكترية الأمعاء وهذا ما يدعم الجهاز المناعي ويساعد في التخلص من الحساسية بعض الأشخاص يتناولون يوميا 70 إلى 80 جرام من العسل أو أكثر هذه الكمية كبيرة جدا ويمكن أن تكون ضارة الكمية المسموح تناولها ملعقة طعام كبيرة 20 جرام وعند الإصابة بأعراض رشح أو إنفلونزا أو سعال يمكن تناول ملعقة العسل يوميا لكن على دفعات يعني نصف ملعقة صغيرة 3 إلى 4 مرات في اليوم أي ما يعادل 20 جرام في اليوم تقريبا عند تناول العسل في كل مرة يترك في الفم ليذوب ويتم ابتلاعه ببطء هكذا سيكون مفيدا وشائع جدا وضع العسل مع الشاي أو القهوة الساخنة أو مع المشروبات الساخنة الأخرى إن تناول العسل الخام كما هو أكثر فائد بكثير ووضع العسل في الماء الساخن يقلل كثيرا من فوائده لذلك إذا كان لابد من إضافته للمشروبات فيمكن ذلك بعد تركها تبرد أما العكبر ففيه كل فوائد العسل وبدون سكر والنحل عندما يصنع العسل فإنه يصنعه كاحتياط طعام أما العكبر فيصنعه كمادة بناء يستخدمها من أجل إغلاق خلية النحل وهي خالية تماما من السكر ومن هنا تأتي فائدته الكبيرة الأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية وأمراض مزمنة يمكنهم تناول ملعقة من العسل في اليوم مع الالتزام بالحمية الخاصة بكل واحد منهم بحسب الشكوى الصحية أنتظر منكم دائما وفي كل فيديو أن تكتبوا عن تجاربكم وقصصكم في المواضيع التي أطرحها وأتحدث عنها اكتبوا لي عن تجاربكم مع العسل وعن أسلوب حياتكم وتغذيتكم بشكل عام أرجو أن أكون قد وفقت في تقديم الفائد لكم جميعا وأرجو من كل من يحبني ويتابعني في هذا الفيديو وفي كل فيديو أقدمه أن يدعو لروح أمي الحبيب الغالي أم نوار بالرحمة والمغفرة من يرغب بالتواصل معي يمكن التواصل فقط عن طريق ميزة الانضمام واختيار مستوى ذهبي أحمر فيه واتساب أعذروني لا يمكن الإجابة على العدد الكبير من التعليقات والأسئلة أنا أهتم وأقرأها جميعا وأختار من أسئلتكم مواضيع هام وشائعة وأسئلة متكررة وأجيب عليها بفيديوهات شكرا لفريق الإعداد في قناتي وأخص بالشكر زوجتي الفاضي للدكتورة أكابر خضور علي استشارية بالأمراض الباطنة والغداد والسكري واختصاصية بالتغذية والتي نعمل سويا في صناعة محتوى قناتي مستفيدين من بحثنا ودراستنا وتخصصنا في التغذية دعموا قناتي بالمشاهدات واللايك والتعليقات وشاركوا الفيديو شاهدوا الفيديو أكثر من مرة واكتبوا بالتعليقات الاسم وفي أي بلد تعيشون وتقيمون وحبكم جميعا عائلتي الجميلة عائلة الدكتور نوار علي بحفظ الله ورعايته ترجمة نانسي قنقر